قبل ما ابدأ ملخص الفيلم عاوز افكركم ندى لاخوتنا ان ربنا ينصرهم ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد مع بعض السواب الكبير جدا ده وبعد ما تسمعوا الملخص اتمنى انكم ما تمشوش على طول اعملوا لي لايك للملخص واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات بس كده حضروا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ ملخص الفيلم مع الشخص ده واسمه دونكان فازلة او المعروف في اسم القيصر الاسود دونكان بيشتغل قتل مأجور مع منظمة سرية اجرامية اسمها داموكليس متخصصة في الاختيالات وقريب جدا بعد 14 يوم هيوصل لسن الخمسين وهيتقاعد من العمل مع المنظمة دي بعد كده بينتقل بينا الفيلم للأسر الفخم ده وهو ملك الشخص اسمه مايكل جيرين وهو قتل مأجور ومحترف في نفسه منظمة داموكليس اللي بيشتغل فيها دونكان هو كمان وخلاص مايكل جيرين وصل لسن التقاعد من العمل مع المنظمة وبتكون معا بنت اسمها سيندي بيظهر لنا قناص اسمه فاكندو وهو بيستعد لضرب النار على مايكل ومش كده وبس كمان في واحدة بنت اسمها هلدة والشاب اسمه أليكس واللي اتنين مسلحين وبيتسلاله ويقطح مؤسر مايكل بنرجع من تاني لدونكان وبيتقابل مع الراجل ده واسمه بول وهو المحاسب والمحامل اللي بيدر له امواله وبنعرف من كلامهم ان دونكان ليه عند المنظمة اكتر من 8 مليون دولار والمفروض انه هياخدهم بعد التقاعد مباشرة وفي اسر مايكل جيرين اول ما فاكندو بيدرب رصاصته على مايكل هلدة وآلكس بيكونوا وصلوا لمايكل وبيضربوا بالرصاص وبيقع مايكل على الارض وبيقولهم لي كده فهلدة بتقوله علشان كبرت في السن وبتخلص عليه وبنعرف ان البنت اللي اسمها سيندي والقناص فاكندو وهلدة وآلكس هم فريق واحد وبسرعة بيروحوا للطيارة الهليكوبتر دي وواحد اسمه كرل معاهم بياخدهم بيها وبيهربوا بسرعة من المكان بعد كم يوم كده من الحادثة دي بتظهر لنا فيفيان قاتلة محترفة ومأجورة هي كمان لكنها حاليا بتشتغل مديرة لقسم المهام للقتل المأجورين في المنظمة وبيتقابل دونكان مع فيفيان وبيسألها عن اللي حصل لمايكل فبتقوله انه في منظمة تانية روسية استأجارة قاتل مكسيكي محترف اسمه كرل هو اللي قاتل مايكل وثلاثة تانيين من اللي بيشتغلوا معاهم في المنظمة عشان كده زعيم المنظمة بتاعتنا السيد بلوت عاوزك تنفذ مهمة اختيال اخيرة وبتقدم له زارف في تفاصيل المهمة وبنعرف انه مطلوب منه يخلص على القاتل المكسيكي كرل وبتقوله فيفيان السيد بلوت هيقدم له مليون دولار كهدية لتشجيعه على اتمام مهمته النهائية والاخيرة ليه مع المنظمة لكن دونكان بيرفض المهمة والفلوس وبيقوله على حسب قوانين المنظمة انا بلغت سن التقاعد وبيسيبها ويمشي وبنكتشف انه عايش في شاليمون عزل في الغابة في هدوء تام وسط الطبيعة بمدينة منتانا وبتتصل فيفيان بدونكان وبتبلغه ان المبلغ زاد وبقى 2 مليون دولار لو قبل تنفيذ مهمة قتل المكسيكي كرل وبتحاول تقنعه لكن دونكان مصر على رأيه وبينهي الاتصال معاها تاني يوم الصبح دونكان بيشوف جارته كامل من بعيد وهي بتحاول تقطع الاخشاب ومش عارفة فبتاخد عربيتها وبتروح تشتري حاجات من السوبر ماركت ولما بترجع بتلاقي كل الاخشاب متقطع وجهزة والظاهر كده ان دونكان هو اللي عمل كده في الوقت ده بتكون فيفيان مع زعام المنظمة السيد بلوت وصدقته هيلدة وبتبلغوا ان دونكان رافض برضو انه ينافذ المهمة والظاهر كده انهم بيخططوا القتل دونكان زي مايكل والثلاثة التانيين عشان ما يدفعوش ليه فلوس التقاط بتاعته التمانية مليون دولار بعد كده فيفيان بتنصح بلوت انه يدفع لدونكان الفلوس بتاعه وما يحاولش يلعب معاه عشان هي عارفة ماذا اخطرته في الوقت ده بيكون دونكان قدر يحدد مكان القاتل المكسيكي كارل وهو حاليا موجود في فندق في بيلاروسيا ومباشرة بيسافر بعد كده على متن الطيارة دي لبيلاروسيا بعد كم ساعة كده بيوصل دونكان لبيلاروسيا وبيروح للفندق اللي في القاتل المكسيكي كارل وبيتنكر في زي وملابس عمل صيانة بالفندق بيرجع بين الفيلم من تاني لبلوت زعيم المنظمة وهو مع السيد دي واللي كنير رجالة دول وبيتفاوض معاهم على بيع المنظمة والسيد دي بتقوله انه منظمة ديموكليس بتاعتك عليها ديون بقيمة 29 مليون دولار وبلت بيقولهم انه بيخطت لقاتل كل القتلة اللي خلاص هيوصلوا لسن التقاعد ومش هيدفع لهم فلوس معاش بتاعتهم وبكده المنظمة مش هيبقى عليها ديون خالص دونكان بينجح انه يوصل لكارل وبيسبتوا بمسامير على الحيطة وبيخلص على الحراس بتوعه ولما كان خلاص هيقتله بيشوف جناح كارل ملف في صورته وكل المعلومات عنه هو شخصيا فبيستجوب كارل عن اللي بيحصل لكن كارل بيرفض يتكلم ودونكان بيقتله وبيخلص عليه في الحال وبيتصل دونكان بفيفيان وبيقول لها نقبلت المهمة ومباشرة بتحول له مليون دولار في حسابه وبعد لحظات بيرسل لها صورة كارل وهو مقتول وبيقول لها انه قتل وخلص عليه وفيفيان بتحس بالتوتر والخوف من زكاء وعبقرية وصورة دونكان وبيطلب منها تحول له المليون دولار التاني على حسابه مباشرة بعد كده بتروح فيفيان لبولت وبتقول له انه دونكان فلت من المصيدة والفاخ وقتل الرجل بتاعنا كارل ومن الافضل انك تدفع له فلوسه ومتلعبش معانها ايا عشان دونكان مش تهل خالص لكنه بيرفض وبيقرر يرسل فريق القتلى اللي ظهروا في اول الفيلم وقتله مايكل جرين عشان يخلصوا كمان على دونكان بعد كده فريق القتلى بيقطحموا مكتب بول وبيبحثوا عن اي حاجة توصلهم لدونكان وبيعرفوا ان دونكان بيمتلك اربع بيوت وعقارات في اربع ولايات مختلفة ولما بول بيقول لهم انا معرفش دونكان فين حاليا ومعرفش عنوانه بيقتلوا وبيخلصوا عليه بعد كده بينتقلوا البيت مملوك لدونكان في ولاية نيوجيرس الامريكية وبيقطحموا البيت وبيكون في كنين شباب فهلده بتقتل واحد منهم وبتسأل التاني عن صاحب البيت ده واللي هو دونكان فالشاب بيحاولوا الهروب منهم وعاوز يقفز وينوت من الشباك لكن هلده بتقتلوا وتخلص عليه هو كمان بتقل بين الفيلم بعد كده لولاية فلوريدا الامريكية ومجموعة القتلة في مهمتهم للبحث عن دونكان وتصفيته وبيوصلوا البيت من البيوت المملوكة لدونكان والراجل دم اجر البيت وقعت فيه ولما بيسألوا انت بتدفع الاجار لمين فبيقولهم للمحاسب والمحامي بول فبيتأكدوا انه ما يعرفش لا مكان ولا عنوان دونكان وبيضربوا بالرصاص وبيخلصوا عليه وبنروح لولاية تكساس الامريكية وفريق القتلة بيقطح متالة بيت مملوك لدونكان ولما مش بيوصلوا الحاجة عن دونكان من الراجل ده اللي مأجر البيت بيغرب له بالرصاص وبيخلصوا عليه زي اللي سابقوه بنرجع لدونكان وبيكون خرج في موعد وخرج كده مع جارته كامل وبيقولها انه حاليا في سن التقاعد لانه طبعا مش هيقولها على شغل الحقيقي كقاتل مأجور في منظمة اجرامية بعد كده بيوصل فريق القتل للاخر بيت مملوك لدونكان واللي مأجر البيت بنت مدمنة اسمها جين وبالصدفة بيلقوا شوية اوراقه مستندات بيدل ان دونكان كان بيتبرع بفلوس على حساب في جمعية خيرية في مدينة منتانا فبيتوجهوا لمدينة منتانا فورا بنرجع من تاني لدونكان ولما كامل بتعرف انه محترف في ضرب النار بتطلب منه يعلمها وهو بيوافق تاني يوم دونكان بياخد كامل للغاب علشان يعلمها ويدربها على ضرب النار بتكون كامل خايفة ومترددة وبترمي المسدس على الارض وبتفضل تعيط فبياخدها دونكان وبيرجعها على البيت وبيحاول يتكلم معاها ويخليها تاهده شوية وبتكشف له كامل انها مصابة بالاكتئاب من لما كان عندها 13 سنة بسبب الراجل دمر حياتها وقتل عيلتها واسرتها بالكامل عشان كده هي انتقلت للعيش في منطقة معزولة زي دي عشان تنسى الماضي المؤلم بتاعها وتبتدي حياة جديدة لكنها مش قادرة تنسى اللي حصل تاني يوم بيروح دونكان علشان يشتري هدية الكامل ولما بيخرج من السوبر ماركت ده فريق القتلة بيشوفوه وبيمشوا رابع عربيتهم من غير ما ياخد باله دونكان في نص الطريق وهو راجع لبيته بيشوف واحد عربيتها عطلانة فبيقف عربيته علشان يساعدها وبنكتشف انها سندي من فريق القتلة وبتقولو ان عربيتها تعطلت فجأة ومش معها الرقم شحنة الساحب عشان تاتصل بيهم وتليفونها كمان هيفصل شحن فبياخدها معا البيت وهدبت معاها لحد بكرة الصبح في الوقت ده بقي فريق القتلة بيجاهزوا فاخر وكميل لدونكان عشان يقتلوا ويخلصوا عليه وفعلا فاكندو بيصوب من دقييته القناصة على دونكان وبيضرب عليه لكن الرصاصة بتيجي في كتف سندي دونكان بينزل بسرعة منع السرير وبيمسك بفاس وبيقتل ويخلص على سندي في الحال عشان من خبرته طويلة في عالم القتل والإجرام وتأكد ان سندي معاهم بعد كده هلدة وآلكس بيقتحموا البيت لكن دونكان مش موجود وبيكون اختفى تماما من هنا وبينشوفوا وهو وايف ورا القناص فاكندو وبيضربوا بالرصاص وبيقتلوا هو كمان وبيزح فاكندو وبيمسك بالبندقية القناصة وبيبدأ يضرب بالنر والرصاص على هلدة وآلكس في البيت وبيلبس ملابس فاكندو وبياخد جهاز اللاسلك منه كارل من فريق القتلة بيظهر فجأة من ورا دونكان لكن دونكان بيكون حاليا فوق الشجرة دي وبيضربوا بالنار وبيخلص عليه وبيمسك بالبندقية القناصة من تاني وبيشغل الرؤية الحرارية الليلية وبيقدر بكل مهارة نوية الهلدة وآلكس وبكده يكون نجح دونكان في قاتل وتصفية فريق القتلة والمرتزقة دول بالكامل مرة واحدة وخلص منهم بعدين بيفتشهم دونكان وبيلاقي معاهم مفتاح غرفة الفندق قريب من هنا ولما بيروح لهناك وبيقتحم الغرفة دي بيلاقي البنت اللي اسمها جين وبتكون سكرانة خالص وبتقوله ان واحد من اللي خطفوها اسمه ألكس كان بيقول انهم هيروحوا ويخطفوا واحدة يسمها كامل فبيروح دونكان بسرعة البيت كامل جارته ولما بيقتحم ويدخل البيت كل حاجة بتكون مرمية على الأرض والبيت مقلوب ومتكسر زي ما تكون فيه معركة حرب حصلت هنا وكامل مش موجودة فبيرجع من تاني الجين الفندق لكنها بتكون اختفت ومش موجودة هناك بعد كده بطلنا دونكان بيتقابل مع بورتر قتل مأجور سابق في منظمة داموكليس وبيحكيله على كل اللي حصل وبيحصل مع ده وبيطلب مساعدته للعصور على كامل بينتقل بين الفيلم لزعيم المنظمة بولتو وهو غضبان جدا لما بيعرف ان صديقته هيلدا وكل فريق القتلة تم تصفيتهم بالكامل وقتلهم على ايه دونكان وبيقول لفيفيان ان الموضوع بقى بالنسبة لي اضطر شخصي مع دونكان وبيوعادها انه هيخلص عليه ويموته مرة تانية بتحذروا فيفيان من دونكان وانه الاحسن لي تفعلوا الفلوس بتاعته لكن بولت مش بيسمع لها ومو سر على قتل دونكان واللي انتقام منه اما بورتر فبيقول لدونكان ان بولت زعيم المنظمة بيقتل كل القتل اللي بيشتغلوا معاه وقربوا من سن الخمسين والتقاعد وده عشان ما يدفعش اليوم فلوس المعاش والتقاعد بتاعتهم وتفضل الفلوس في المنظمة لكن المفاجأ ان بورتر بيخون دونكان وبيخضروا بيخليه افقد الوعي وبيتسهل ببولت زعيم المنظمة وبيتفق معاه سلموا دونكان مقابل مليون دولار بعد كده بيفوق دونكان وبيستعيد وعيه وبيلاقي نفسه مربوط ومقيد بالسلاسل في المكان ده وبيدخل بولتا عليه وبيقول له انها موتك بالبطيء وهعزبك لمدة كام يوم وبعد كده هقتلك زي ما قتلت هلدة وبيعرض بولتا على دونكان صور لكامل وبين عليها انها تعرضت تتعذيب وحش جدا بعد كده بولت بيفضل يعزب في دونكان وهو مستمتع بالليل بطريقة ما بينجح دونكان انه يفك السلاسل المقيد بيها وبيقتل ويخلص على عدد كبير من الحراس ولما بولت بيسمع صدر بالنار والرصاص بيرسل حراس كتير تانين لكن دونكان بخبرته المهارية في الفنون القتلية واستخدام السلاح بيقدر انه يقتلهم وبيهرب من الاصر بعد كده بيروح لوحد صادقته معرفة قديمة معاه اسمها جاسمين وبياخد تليفونها وبيحط في الشريحة بتاعته وبيتصل بفيفيان وبيقولها ويهددها انه حياتها مقابل حياته سلامة كامل وفيفيان بتوافق بعدين جاسمين بتدخله لبيتها وبتعليجله الجروح بتاعته وبتقدم له اسلحة وزخيرة كتيرة ومتطورة وبينطلق بعرابيته وبيتصل بفيفيان عشان يستلم منها كامل وبتقدر فيفيان وبولت وباية افراد المنظمة من تعقب شريحة اتصال دونكان وبينطلقه للموقع بتاعه وبيحصروه وبولت من مكتبه بيرايب كل حاجة بتحصل من خلال كاميرات مسبتة على الخوز اللي لبسها المقاتلين بتوهم بتتقابل فيفيان مع دونكان وبيحذرها الاخر مرة انها تباد عن سكته وتحفز على حياتها وتسلم له كامل لكنها بترفض العرض بتاعه وبتؤمر المقاتلين بقتل وتصفية دونكان في الحال لكنه بيكون معها اسلحة متطورة جدا خدهم من جاسمين وبسهولة تامة بيخلص عليهم كلهم في لحظات فيفيان بتكون لسه عيشة ومصابة فبيقرر انه يتركها النصبها سواء تعيش او تموت وبيقرر يكمل مهمته ويلاحق ويطرد بولت ويخلص عليه هو كمان وينقص كامل بولت لما بيشوف اللي حصل ده بيؤمر رجال تويزوده التأمين والحراسة على الاصر كويس اوي بعد كده بيوصل دونكان وبيقتحم الاصر واول مرحوا الراس بيشوفوه بيهربوا من قدامه من الخوف الرعب لحد ما بيوصل لمكتب بولت وبيمسك بفاس وبضربة واحدة بيفصلوا راسه عن جسمه وبيرميها من الشباك وبيلاقي دونكان اخيرا كامل وبياخدها وبيرجع بيها للبيت وبيفضل جنبها وبيعتني بيها لحد ما صحتها وحالتها بتتحسن شوية في يوم من الايام بيصحى من النوم في بيت كامل وبيشوف مجموعة من اوراء الجرائد والاخبار على السرير وبيكشف لنا الفيلم ان دونكان هو اللي خلص على اسرة كامل من سنين طويلة فمهمة من مهمات القتل اللي كان بيقوم بيها فجأة بتكون كامل وقفة وراه وبتصوب سلحها عليه وبتقول له انت الراجل اللي حكيت لك عليه ودمرت حياتي وقتلت قيلتي كلها فبيعتذر لها وبيطلب منها تضربه بالنار وتاخد بطارها منه وتقتله حالا عشان تنسى الماضي وترتاح من اللي هي في ده لما تنتقم من اللي ضمر حياتها بالشكل ده بتضغط كامل على الزناد وبتضرب الطلق بعيدة عن دونكان وبتسمحه وبتقول له انا عارفة ان قاتل مأجور وفي حد امرك تعمل كده وبتطلب من دونكان مساعدتها في معرفة الشخص ده عشان تنتقم منه بيوفق دونكان على طلبها وكمان هيدربها ويمرنها بنفسه عشان تكون قاتلة محترفة ولو وصلتم معي لحد هنا فاكيد الملخص عجبكم وبعده يا ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه وتفرحوا كده زي ما هتفرحوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة واشوفكم على خير الملخص اللي جاي ان شاء الله سلام يا احلى واجمل ناس في الدنيا